كل يوم تلقى جديد سواء في الجلابة أو في العباءة أو في البدعية أو القندرة الجزائرية تحمل الجلابة الكثير من الأسماء من مختلف ولايات الوطن وصنعت لها اسما في الألبسة النسائية رغم دخول العباءة الخليجية على خط منافسة لكنها تظل مطلوبة للزبائن بالنسبة للجلابة الخليجية هي مطلبة في السوق الجزائري مطلبة الناس ما زالوا يلبسوها بصعنا نحن تاني لموديلتنا خاص بنا موديلت ما شاء الله تاني مطلبين بقوة ورامية مشاونا ما شاء الله كانت بكري المرة هنا الجزائرية تلبس في الشرق تلكنا تلبس الملاءة هذه الملاية وفي الغرب يبسوا الجلابة ومن بعد الجلابة دخلت عندنا هنا دخلت بقوة وعدت مقصودة يعني بما فيها العباءة الخليجية لم يشكل دخول العباءة الخليجية تأثيرا على الجلابة المعروفة بكثرة في الغرب الجزائري وحتى القندورة بالشرق الجزائري بل ذهب الانتاج المحلي للمنافسة على الصدارة يعني العباية تعنا خير يعني عندها أفضلية بالنسبة للعباية الخليج يعني وعندها يعني دور كبير يعني ومثال يعني نعطيك يعني العباية والله الجلابة كما نقولوا احنا هنا في الشرق يعني كأن الجلابة تأثيرت المسان كثوهران إنها دور كبير يعني التنافس بين الجلابة الجزائرية والعباءة الخليجية جعلت المنتجين المحليين يدفعون بتنويع الانتاج وتطويره من خلال الرسومات ومختلف أنواع الطرز لتنحصر الاختيارات في شقها المتعلق بالأسعار